مرس الكولر يعني هو معتمد بشكل كبير على فكرة التدوير ما بين اللعيبة يعني مشوف اكتر من اللاعب بشارك في المراكز وعندنا دكة البودلاء في النادي الاهلي دكة يعني مفيش في النادي الاهلي بديل فكرة البديل ما بقيتش منجودة يعني كل لعيبة طريبا قسينة ولكن هناك لعيبة مرس الكولر مش مقترع ان هم يلعبوا تماما او هو لم يشركهم تماما انا بكلم تحديدا على ايمان اشرف تكلم على مهاجب النادي الاهلي التالت انا مش فاكر اسمه شادي شادي حسين انا نسيته من كترة وهو بيلعب شادي حسين طبعا رعيك كبير جدا ولسه كنت بقول يعني ان شادي حسين يعني كان بيطلع نار من بقه يعني قبل ما ييجي النادي الاهلي يعني وفي احمد عبقادر كمان يعني ممكن ما بقاش هو حضر وعلى احمد عزر بيلعب بيلعب او بسهل ما اتكلم على اللعيبة يعني ملمستش النجيلة من ساعة مالكولر تاريبا يعني هو بالنسبة الايمان اشرف يعني هو لعيب ادى النادي الاهلي كتير جدا هو مستر كولر شايف ان هو ممكن يكون السنه للمستوى بتاعه مع اللياقة البدنية المفروض ان هو يكون فيها مع السن الحاجات اللي هو مستر كولر بيديها ممكن ما يبقاش هو مثلا مش قادري ان هو يقديها بالشكل اللي هو مستر كولر عايزه كان لما اشرف لعيب كويس وادى كتير للنادي الاهلي نفس الكلام جوه منظومة التدريب المتكاملة دي احنا قلنا ان مستر كولر بيبني التدريبة المرعبة للعب المصري او المنظومة التدريبية المرعبة انت هتدخل في المنظومة التدريبية واتطور نفسك ويحصل لك تطوير انا هصبر عليك وهديك طب انت قدراتك مش عايزة تطور او انت مش بتساعدش نفسك لا هيبقى فيه مشكلة هنا وانا ملاحظ ان مستر كولر الناس اللي اتطورت يعني برضو يعني عشان انا برضو حت التدريب وكده ان معظمهم اللي هم كانوا موجودين يعني خدوا حاجات تدريبية في المراحل ناشئين بشكل كويس قطع ناشئين في نادي الاهلي مثلا في نادي الاهلي يعني ممكن مراوان عطيه هو اللي جيه بس عنده قدرات هو ده جيه برضو مش كانش بقطع ناشئين بس هو عنده قدرات انه يخش في المنظومة ويطور نفسه لكن محمد هاني محمد عبد منعم الناس اللي هي كانت موجودة وده مهم جدا ان انا عشان لما يجي مدرب يبني لازم بيعنده اساس